لأنه حتى الآن العلم الحديث لا يعترف بموضوع علم الغيب نقول نحن كعلم حديث العلم الحديث قائم على التجربة والعلم الحديث ينكر شيء مهم جدا وهو الروح ينكر الروح بما أنه أنكر الروح معنى ذلك لن يصل إلى تأويل الأحلام والرؤى لأن هذه الأحلام والرؤى تقع ضمن علم حسب اجتهادي طبعا الشخصي علم الغيب وعلم الروح وبالتالي يمكن أن أعطيك تشبيه لعلم الأحلام كيف يقع الحلم بغض النظر أنه وقع في الماضي أو في المستقبل كيف لإنسان أن يرى شيء معين مثلا ثم يقع بعد مثلا 40 سنة مثل حلم سيدنا يوسف وأنت ما شاء الله يعني تقدر ما شاء الله عليك المقدور علمنا في 400 خلقة وعلم ما شاء الله ما شاء الله حسن فدعني أقلل وهذا اجتهاد شخصي على الفكر أنا أول مرة أتكلم به يعني المدل الأبرو بالضبط فأنا إذا أردت أن أتحدث بشكل علمي ومنطق سأقول ما يلي سيدنا يوسف عندما رأى حدثا سوف يتحقق بعد 40 عاما مثلا طبعا هناك خلاف يعني في المدة ولكن لنقول بعد السنوات ما الذي حدث كيف رأى هذا الشيء رأى الكواكب ورأى هذه الرموز لشيء سوف يتحقق هذا واحد الشيء الثاني الملك أيضا رأى رؤية مدتها 15 سنة سبعة زائد سبعة زائد واحد تمام ما الذي يحدث في الدماغ وما الذي يحدث علميا هناك شيء اسمه الروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف وكلمة الروح في القرآن تأتي دائما بمعنى الأمر الإلهي يعني مثلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ينزل الملائكة بالروح من أمره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا طيب ما علاقة الروح بالأحلام الروح أنا سميتها ذات مرة هي نظام تشغيل عالمي للبشر والأحياء نظام تشغيل عالمي يعني أنا مثلا عندما أقول إن الله نفخ في سيدنا آذم من روحه فهذا يعني أن علم الله موجود في هذه الروح وأمر الله موجود وهي التي تشغل خلايا الجسم والقلب والدماغ وهذه التكنولوجيا المتطورة والهائلة في الإنسان دماغه فيه مئة مليار خلية دماغ كيف تشتغل كلها؟ يعني هذه أسئلة العلماء الآن عاجزون عنها تماما ولكن القرآن أعطانا مفاتيح فنحن إذا اقتنعنا أن هناك شيء اسمه الروح هذه الروح هي نظام التشغيل فيها كل المعادلات الرقمية وفيها الأحداث التي ستقع أيضا في المستقبل أو في الماضي سأقول كيف؟ العلماء اليوم يستطيعون التنبؤ بكسوف الشمس ما الذي حدث في الماضي؟ كان هذا ضربا من ظروب الغيب علم الغيب لا يعلمه إلا الله الله تعالى سمح للعباد أو للبشر أن يصلوا إلى مجموعة من المعادلات الرقمية تتعلق بحجم الأرض وحجم الشمس وحجم القمر وسرعة كل منهما والمسافة بينهم والسرعة المادارية وغير ذلك من معادلات مجموعة معادلات معقدة يستطيعون من خلالها أن يقول لك في يوم كذا الساعة كذا سيحدث كثوف كل سيكون في منطقة كذا في منطقة كذا سيكون كثوف جزء بنسبة 50% في منطقة كذا بنسبة طيب ما الذي حدث هي معادلات رقمية هذه المعادلات الرقمية تقوم بها الروح روح الإنسان فعندما ينام الإنسان ما الذي يحدث؟ الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى إذن النفس تغادر ما الذي يبقى في الإنسان؟ تبقى الروح موجودة لا تغادر إلا في لحظة الموت هذه الروح لديها حسابات الله لأن الله سماها أمر الله أمر الله ما معنى أمر الله؟ قضاء أمر الله يعني قضاء وعلم فيه علم وفيه علم الغايب أيضا هذه الروح تستطيع بأمر الله تعالى وبحكمة من الله ولحكمة يعلمه الله أن تقوم بحسابات معينة فتعرف أنه بعد عشرين سنة سيصبح مثلا سيدنا يوسف ملكا لمصر فتقوم هذه الروح بحساب هذه المعادلات ونوع من الإنعكاس في الدماغ تحدث إنعكاسات في الدماغ في خلايا الدماغ ولكن بما أن الدماغ لا يستطيع أن يتخيل ويتصور ويقوم بهذه الحسابات تستخدم الروح لغة الرموز فتعطيه رمز معين يعني مثلا الأحد عشر كوكب أم الإخوة ولكن وضعت رقم 11 رقم 11 هنا أشار إلى عدد الإخوة الشمس والقمر أشار إلى الأب والأم هنا هذا العلم لا يمكن أن يصل له العلماء مهما حاولوا لأنه علم يتعلق بأمر الله تعالى سأقول لك خاطرة بسيطة كيف يأتيني هذا العلم الإعجاز بالله أنا أقول لك لا أبدل أي جهد على فكرة الله أكبر قبل يومين كنت أتأمل في سورة يوسف أول مرة ورد اسم يوسف أين في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبن الله أيوة واسم يوسف كم مرة تكرر في سورة يوسف حوالي 7 مرات 25 مرات جميل الآن أنا وضعت هذه الآية وكنت قبيل الصبح أتأمل فقلت في نفسي قلت يوسف يقول أحد عشر كوكبا طيب أحد عشر كوكبا هل يمكن أن يكون عدد حروفها أحد عشر أنا أتساءل هكذا يعني بين وبين آه 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 بعد هذه العبارة أحد ثلاثة عشر ثلاثة ستة كوكبا إذا عشر إذا عبارة أحد عشر كوكبا ركبها الله من إذا عشر حرب الله أكبر حلو أنا قلت لا هذه مستادفة غير معقول يعني أنه تتوقع شيء ومحفظ آه أنا الله الله أكبر أوكي طيب العبارة الأولى التي قبلها التي ذكر فيها اسم يوسف هل يمكن أن تكون عدد حروفها عدد حروفها خمسة وعشرين حرفا أنا أتساءل هكذا والله يعني لا أتصنع يعني أنا أتساءل أنه عبارة إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت هذه العبارة هل يمكن أن يكون عدد حروفها خمسة وعشرين حرفا بعدد مرات ذكر اسم يوسف في سورة يوسف وهي أول مرة يذكر فيها يوسف إذ قالت ثلاثة خمسة يوسف أربعة تسعة تمام لي أبيه أربعة عشر يا أبتي طبعا الياء ليس عليها ألف لو كتبت بالألف لاختلى هذا النظام على فكرة يا الله القرآن مكتوب يا أبتي ثلاثة أحرف فقط مفيش ألف نعم يا أبتي إني ثلاثة واحد وعشرين إني واضح الصوت عندي أنا واضح صوت صوت راح أستاذ منال صوتك واضح واضح أنا واضح طبعا إذن إني واحد وعشرين حرفا الآن رأيت رأيت خمسة وعشرين حرف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت خمسة وعشرين حرف أحد عشر كوكبا إذا عشر حرف طيب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قلت هل يعقل أن تكون هذه أيضا خمسة وعشرين حرف عددتها وإذا هي خمسة وعشرين حرف الله أكبر يعني أنا عندي أحد عشر كوكبا هنا 15 حرف وقبلها خمسة وعشرين وبعدها خمسة وعشرين عجيب قلت طيب طيب نحن نعلم أن الشمس والقمر هي دليل على الأشهر عدد الأشهر يعني سأعد حروف التمس والقمر عدد تعد معي والشمس ستة والقمر معشر بعدد أشهر السنة إذا عبارة والقمر 12 حرفا بعدد شهور السنة طيب رأيتهم لي ساجدين قلت يجب أن يكون فيها شيء فعندما عدد حروف رأيتهم رأ أي تو هم ستة لي اثنان ثمانية صح نعم تاجدين كلمة ساجدين كتبت من دون ألف لاحظة س ما فيش ألف ج دين 13 حرف طيب قلت لماذا 13 ثم رجعت للآية الذين سجدوا ليوسف كم عددهم 11 مع الأكول أم 13 13 يا الله 13 رأيتهم ليس ساجدين 13 حرف يعني هذا هذا الأمر هذه المعجزة أنا أقول لك خلال ثلاث دقائق اكتشفتها من القرآن بإلهام من الله فقلت والله والله يعني هذا الكتاب العظيم فيه من العجائب وفيه من الخير وفيه من الإثباتات العلمية ما يعجز الدماغ البشر عن استيعابه حتى ترجمة نانسي قنقر